أكيد طبعاً أنا ابن من ابناني دل أهلي الندم يكون محتاجني في أي وقت أنا بيكون موجود ما قدرش أتكلم فاكتر من كده ودلوقتي إحنا عندنا ماتش مهم نفكر في الماتش اللي بتاع بكرة ونفكر في الماتش إحنا إحنا طبعاً بنشتغل على كل مباراة يعني لوحدها إحنا بفترة اللي فاتت دي بنشتغل مرابط اللي هنلاقيها بكرة إن شاء الله أكيد طبعاً عملنا حسب ونشتغل عليها نركز في المعسكر بأنها أربعة أيام موجودين أكيد طبعاً الفرق عمل لحظة كفايز جداً وإن شاء الله ربنا يكلمنا بكرة والفرق كلها مركزة وطبعاً الاستقبال كان استقبال حافل جداً الناس استقبتنا أحسن استقبال إحنا مش بمجورة بعد البلد المغرب إحنا بالنسبة لنا البلد المغرب إحنا على طول والشعب واحد وعلى طول بيبقوا معنا وبيستقبلنا أحسن استقبال وإن شاء الله يكونوا مسنين لنا بكرة والبطولة يعني إن شاء الله الأخير والبطولة أكيد طبعاً إحنا منتكلم الفترة اللي فاتت دي كلها مع اللعيبة اللي إحنا نأخد مركز أحسن من المركز اللي إحنا أخدنا بأنها ثلاث مرات بنجي البطولة واربعات اللي حاجة تحسب لهم وعايزين إن شاء الله نأخد مركز أحسن من المركز اللي إحنا أخدنا الثالث عايزين إن شاء الله نوصل لنهاي وده اللي في دماغنا إن شاء الله بس نعد نماتش بكرة إن شاء الله على خير وبعده كما نفكر في اللي بعديه وبعده كما نفكر في اللي بعديه وهما حاجة العيبة منتكلم فيها هو التركيز هم حاجة التركيز في الملعب